قبل أيام ظهر تقرير لمركز حقوقي أعتقد اسمه مركز بغداد لحقوق الإنسان يوثق قيام بعض الأحزاب السياسية السنية بإعادة النازحين إلى مناطقهم بالقوة وإلى مناطق هي أيضا مناطق غير مؤهلة ولم يتم إعمارها وما زال هناك تهديد أمني في تلك المناطق فقط من أجل أن يشاركوا في انتخاب تلك الأحزاب هذا ما قررت نهية علماء المسلمين أيضا في بيان الله يعني أنت تطلب من أناس يعني هم فاقديه يعني بدلا ما أن يصر السياسي السني الموجود حاليا أو من سينتخب في هذه الانتخابات أن يصر على إعادة هؤلاء النازحين بعد إعمار تلك المناطق وبعد تحقيق الأمن فيها وتكون الإعادة طوعية وليست بالقوة هذا الذي يفترض بالمكون السني ولكن أنا أشرق قبل قليل المكون السني والنخبة السياسية له الآن أصبحت إلى درجة من التهميش بحيث أصبحت الآن هي صفر على الشمال لا تستطيع أن تقدم شيء لمكونها لا تستطيع أن تقف بموقف المتحدية المدافع عن حقوق الناخبية لذلك هم الآن تجدهم يتسابقون في الترشيح في داخل القوائم الكتل الشيعية لماذا؟ لأنه قد وصل إلى قناعة بأنه ليس لديه شعبية بمكونه وأنه لو راهن على مكونه السني سوف لن ينجح بأي انتخابات لذلك هو قد باع نفسه إلى أجندة إيرانية وجعل اسمه في الكتل الشيعية ولا أريد أن أذكر أسماته وجد أسمات كثيرة لكن هذا لا ينطبق على الجميع الآن بعض الكتل السنية قد تآلفت في تكتل جديد يعني متناقض التوجهات أجنداته مختلفة الذي يجمعهم فقط أنهم يراهنون عسى ولعد أن المكون العربي السني سينتخبهم ليس لأنه يضع ثقته فيهم إنما لأنه لا يوجد غيرهم